مكونات الخلية الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي وبالرغم من اختلاف أنواعها إلا أنها تشترك في ثلاثة مكونات رئيسية وهي الغشاء البلازمي السيتوبلازم النواة أولاً الغشاء البلازمي وهو غشاء رقيق جداً يبطن الخلية من الخارج تتمثل أهميته في عزل الخلية عن البيئة المحيطة بها هذا بالإضافة إلى تنظيم دخول المواد من وإلى الخلية أما عن تركيبه فتركب الغشاء البلازمي من طبقة ثنائية الدهن فوسفو ليبيد بايلاير الكوليسترول البروتينات السكريات قليلة التسكر أوليغوساكرايدز ثانياً آسيتوبلازم وهو سائر شبه هلامي يملأ الحيزة الموجودة في الخلية بين النواة والغشاء البلازمي وتكون من الماء بعض المواد العضوية وغير العضوية بالإضافة إلى هيكل الخلية وهي عبارة عن شبكات متداخلة مع بعضها من الخيوط والأنيببات الدقيقة تكسب الخلية دعامة تحافظ على الشكل الخارجي للخلية أما عن أهم العضيات التي يشملها السيتوبلازم فتتمثل فيه الشبكة الإندوبلازمية الناعمة والخشنة الميتوكوندريا السنترسوم الريبوسومات جهاز غولجي الليسوسومات ثالثاً النواة وهي الهيكل الأكثر أهمية داخل كل من الخلايا الحيوانية والنباتية وبشكل عام في الخلايا حقيقية النواة أما الخلايا بدائية النواة مثل البكتيريا فلا تحتوي على نواة تعتبر النواة بمثابة مخ الخلية لكونها مركز النشاطات الحيوية بها حيث تحتوي على DNA والذي يحمل المعلومات الوراثية التي تنظم نمو وتكاثر الخلية أما عن مكوناتها فتتمثل فيه الغلاف النووي السائل النووي المادة الوراثية النوية وهي أكبر تراكيب النواة ترجمة نانسي قنقر